لم يترشح أحد اليوم الأول لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم لم يترشح أحد زي ما حضراتكم عارفين النهاردة هو فتح باب الترشح لاتحاد كرة القدم المصري فتح باب الانتخابات سيكون لمدة أسبوع ينتهي في الأسبوع القادم حتى هذه اللحظة لم يتقدم يستمر طبعا فتح باب الترشح حتى يوم الاثنين المقبل ساعة 4 عصرا خلاص كله بيتقفل وطبعا زي ما حضراتكم عارفين هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المرشح لانتخابات الاتحاد كرة القدم التي ستقام إن شاء الله يوم 5 يناير المقبل ومن ضمن هذه الشروط أن يكون مواطنا مصريا يتمتع بالحقوق المدنية والسياسية أن لا يقل عمره عن 50 عاما بالنسبة للرئيس وبقية اللي موجودين بالنسبة للرئيس أن لا يقل عن 50 عاما وبقى كلام كتير جدا فيما يخص هذا الأمر ولكن في النهاية خلينا نشوف إيه اللي هيحصل في موضوع اتحاد كرة القدم ولكن دائما ننتظر لأنه في اليوم الأول وكل يوم حنقول لحضراتكم مين اللي تقدم وأومين الأسماء اللي تقدمت في الاتحاد عندنا من النهاردة إن شاء الله لغاية يوم الاتنين القادم ساعة 4 عصرا ساعة 4 عصرا هنشوف بقى إيه اللي هيحصل في هذا الأمر ومن سيتقدم ليكون رئيسا ونائبا وأمين صندوق وبقية الأعضاء اللي موجودين لاتحاد كرة القدم المصري خلال الفترة القادمة